بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 45 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 27 الثاني عام 2023 تضامناً مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان وحصار قوات الاحتلال الصهيوني قرر مجلس الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزة بكمية عشرة ملايين لتر قرار تعديل الفقرة ثلاثة من قرار مجلس الوزراء المرقم 23 ألف وخمسمية وخمسة وأربعين لسنة 2023 بشأن آلية سعر صرف الدولار لتصبح بحسب الآتي فيما يتعلق بالمقترضين العراقيين من المصارف الحكومية ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة بعملة الدولار الأمريكي تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار أمريكي من المقترض على أن يعزز البنك المركز العراقي حسابات المصارف بالدولار لأغراض التحويل الخارجي وبسعر الصرف الرسمي بحسب حاجتها لذلك ويسري هذا الإجراء على القروض التي قد صرفت قبل إصدار هذا القرار حصراً قرار استثناء مجمع العامري السكني في بغداد من شروط الإعلان المثبت في قرار مجلس الوزراء المرقم 245 لسنة 2019 المعدل وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض مع المستفيدين لإنشاء المشروع المذكور آنفاً ومنحه الإجازة الاستثمارية من هيئة الاستثمار المختصة قرار الموافقة على إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 9 لسنة 2012 استناداً إلى أحكام الدستور والمادة 9 من القانون المذكور آنفاً مع الأخذ بعين الاهتمام المقترحات المبينة في مسودة المشروع المقدمة من صندوق استرداد أموال العراق بموجب كتابه المؤرخ في 13 آب عام 2023 وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار قرر مجلس الوزراء ما يأتيه 1- الموافقة على تحويل عائدية شواط أبنؤاس إلى أمانة بغداد لتتمكن من إدارتها استناداً إلى قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية والقانون المدن العراقي 2- يجري نقل ملكية الأرض موضوع البحث بعد التنسيق مع وزارتي الموارد المائية والزراعة في حال إنشاء بناء أو مشروع فيها على وفق المادة 3 من قانون استغلال الشواطئ المرقم 59 لسنة 1987 ولا يعرض ذلك للاستثمار قرار اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23 1276 لسنة 2023 بحسب الآتي واحد الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة المؤرخ في 25 الأول 2023 بشأن بيع الكمية المتبقية من مادة البريميكس البالغة 1113 طن و 955 كيلوغرام العائد إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية من دون مزايدة علنية كونها سريعة التلف استنادا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 على أن تتحمل الوزارة المذكور آنفاً التبعات المالية والقانونية وصحة المعلومات اثنياً تدقيق وزارة الزراعة في أسباب شراء كميات أكثر من الحاجة الفعلية قرار معالجة الديون المترتبة بذمة وزارة الدفاع والداخلية وحيئة الحجد الشعبي بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية كميديا عن طريق التنسيق بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وتزويد وزارة المالية بكتاب رسمي يؤيد هذه الديون ويتم تأمين المبلغ في هذا العام 2023 أو في السنة المقبلة 2024 قرار الموافقة على بيع وزارة التجارة تسعة وأربعين ألف وستمية وأربعة وعشرين طن وسبعمية وسبعة وستين كيلوغرام من الحنطة التالفة غير الصالحة للاستهلاك الحيواني وتصديرها خارج البلاد للتخلص منها بشكل نهائي على أن يكون إخراجها بإشراف جهاز الأمن الوطني ومتابعته شريطة مراعاة أن يكون البيع في المزايد العلنية لأغراض التصدير وعلى أن يحدد السعر من لجنة التقدير المؤلفة على وفق القانون بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثمانية من القانون ذاته ويقول المبلغ إلى الخزينة العامة بحسب الفقرة ثلاثة من قرار مجلس الوزراء المرقم 360 لسنة 2022 قرار الموافقة على ما يأتيه واحد بيع قطع الأراضي السكنية المملكة أو المسجلة خلافاً لأحكام القانون التي أبطلت سندات ملكيتها قضائياً وأعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة إلى المتملك الأخير قبل الإبطال حسن النية أو ورثته اثنياً يسري حكم الفقرة واحد المذكور آنفاً على قطع الأراضي السكنية المملكة أو المسجلة خلافاً لأحكام القانون التي جرت عليها معاملات تصرفية والتي أبطلت سندات ملكيتها رضائياً وأعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة اثناثة تقدر بدلات بيع القطع المشمولة بأحكام هذا القرار وفقاً لأحكام المادة سبعة وثمانية من قانون بيع وإيجار أموال الدولة وتخضع محاضر التقدير لمصادقة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة أربعة لوزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية رقم ثلاثة وعشرين ألف وثمانية وعشرين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بحسب ما يأتي تعديل ضوابط قرار مجلس الوزراء المرقم ثلاثمية وعشرين لسنة ألفين واثنين وعشرين بشأن تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني المقر بقرار مجلس الوزراء المرقم ثلاثة وعشرين ألف ومية وسبعة لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بحسب الآتي واحد إضافة فقرة إلى البند أولا من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم ثلاثة وعشرين ألف ومية وسبعة لسنة ألفين وثلاثة وعشرين تتضمن تعريف المجمع السكني النظامي ويكون على النحو التالي المجمع السكني النظامي هو مجموعة من الوحدات المشيدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة تشغل ما لا يقل نسبته عن 30% من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها وتتولى البلدية المختصة تحديد ذلك اثنيا تعديل الفقر اثنيا من البند أولا من ضواب التنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 23107 لسنة 2023 بحث عبارة غير الربحية من تعريف مصطلح النفع العام وتحل محلها عبارة والمحرمات كافة لتقرأ الفقر المذكورة على النحو التالي مشروعات النفع العام وهي المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرمات كافة مثل مركز الشرطة مركز الإطفاء والمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومحطات المياه ومحطات المجاري ومحرمات الأنهر وخطوط الشكك والنقل والطاقة الكهربائية وأية محرمات قانونية أخرى شكراً